يقول في سؤال رابع إذا نذر شخص نذرا في شأن ولده فقال إذا شفي ولدي من هذا المرض سأذبح هذه الذبيحة لكنه بعد أن شفي الولد من المرض احتاج الأب لتلك الدابة التي هي محل النذر فهل يجوز أن يبيعها ويؤمق جزءا منها وما بقي يقضي به حاجته أو نذره أم لا يجوز ذلك يجب عليه الوفاء بالنذر قوله صلى الله عليه وسلم من نذر فن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يصي الله فلا يصي إلا إذا كان عاجزا عن الوفاء بالنذر أو يحتاج هذه الدابة من بهيمة الأنعام التي نذر لبحها يحتاج إليها حاجة ورورية وإنه لا يتعين عليه ذبها بقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر على ابن آدم فيما لا يملك لا نذر فيما صيت الله ولا فيما لا يملكه الإنسان فهذا لا يملك يلبح هذه الدابة دابة لأن ذلك يفوت عليه يفوت عليه ضرورة من ضروراته ولكن عليه كفارة يمين فإن أمكن أن يبيعها في يقضي نذر ويقضي حاجة ما يوفي النذر ما يوفي إذا باعها وأخذ بعض ثمنها يصير ما وفى بالنذر كله نعم